السلام عليكم ورحمة الله وأهلاً بكم في أضواء على الأحداث والبداية من غزة حيث تتجه الأنظار إلى مدينة رفح تحديداً التي يستعد جيش الاحتلال لاجتياحها ضارباً بعرض الحائط الرفض الأمريكي والتحذيرات الدولية والأممية من وقوع كارثة إنسانية نظراً للكثافة السكانية في المدينة التي تحوي حوالي مليون ونصف المليون من النازحين وأهالي المدينة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو طالب قواته بإعداد خطة عسكرية لإجلاء السكان استعداداً للعملية العسكرية في رفح بدعوة استكمال القضاء على قدرات حماس العسكرية وترفض مصر تلك التهديدات الإسرائيلية وتعرف عن قلقها من تدفق اللاجئين إلى أراضيها وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وصول وفد أمني مصري إلى تل أبيب لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود لمناخشة هذه التطورات أرحب بضيفي هنا في الستوديو الكاتب الإعلام الفلسطيني جهاد أبو فلح أهلا بك جهادي كل الأنظار الآن تتجه فعلاً نحو رفح على الرغم من الكارثة الإنسانية في كل قطاع غزة لماذا يبدو بأن الكارثة في رفح يمكن أن تكون هي فعلاً أكبر الكوارث حتى الآن أنا أبيك جمال يعني ببساطة وبشكل مباشر بأن مليون ونصف المليون حوالي من النازحين وأبناء المدينة الذين تجمعوا في تلك المنطقة حسب تقديرات هناك حوالي 27 ألف شخص لهم حوالي كيلو متر مربع أنت تتخيل هذه القطعة من الأرض الصغيرة جداً إذا تعرضت لعملية وهذه الكثافة الكبيرة إذا تعرضت إلى عملية لغارات أو اجتياح بري كما شاهدناه في الشمال وفي الوسط وفي مدينة غزة هذه ستكون حمام دم فعلاً يتجاوز حتى الصورة التي رأيناها في مناطق قطاع غزة بسبب هذه الكثافة السكانية التي تشهدها منطقة رفح التي كانت بحسب الإسرائيلي بأنها كانت هي المنطقة الآمنة التي أمرت قوات الاحتلال أو طلبت قوات الاحتلال من الفلسطينيين النزوح إلى تلك المنطقة باعتبارها منطقة آمنة اليوم هي تتجه وبالأمس صدر عن بن يمين نتنياهو قرار وتوجه من حكومة الحرب باتجاه وضع خطة أمر الجيش بإعداد خطة لعملية إجلاء واستعداد لعملية برية واسعة في منطقة رفح برأيك الأهداف المعلنة لهذه العملية استكمال القضاء على قدرات حماس إلى أي مدى يمكن أن تموه أو تغطي على أهداف أخرى سياسية لبن يمين نتنياهو طبعا هناك العديد من السيناريوهات جمال يعني في البداية إذا رأيت بأن ما هي التوجهات الإسرائيلية منذ بداية العدوان هناك اختلاف حتى في الأهداف التي دعت إليها دولة الاحتلال أو التي تسعد دولة الاحتلال لتنفيذها وتحقيقها في العمليات التي تقوم فيها في قطاع غزة في هذه العملية بالتحديد في منطقة رفح ما قال نتنياهو أنه يريد استكمال القضاء على حركة حماس هو تحدث عن أربع فرق لحركة حماس في منطقة رفح طبعا هذه الرواية تحدث عنها في جميع المناطق مراحل العدوان على قطاع غزة حدث عن الشفاء بحصاري لمجمع الشفاء ثم في خان يونس بالضبط والآن نسمعها في رفح يعني عندما بدأ معركة خان يونس كان يتحدث عن عدد من الكتائب لكتائب القسام وكان يدعي عن قيادة حماس موجودة هناك وأن المحتجزين الإسرائيليين موجودين في تلك المنطقة وبالتالي إذا دخل هذه المنطقة تنتهي القصة ويحقق الانتصار الذي يريد تحقيقه دخل إلى مناطق خان يونس لم يخرج بأي انتصار يذكر له سوى تدمير البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والجامعات وقتل البشر وهذه المذبح التي ترتكبها وهذه الحرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق قطاع غزة منذ بداية إذا فعل سيكمل ذلك في رفع بتقديري أنه الهدف الأساسي نتنياهو يتحرك على بعدين البعد الأول هو يتحرك بالبعد الشخصي لنتنياهو لأنه يدرك بأنه إذا لم يحقق أي انتصار في قطاع غزة كما يتصور ستكون هناك محاسبة حقيقية وتنتهي حياته السياسية بشكل وسيتم محاكمته بقضايا فساد وبالتالي ينتهي عن الحياة السياسية في إسرائيل المسألة الأخرى هو يسعى لمغازلة اليمين في حكومته بين كفير واسموتريتش الذين يطالبون بإعادة احتلال قطاع غزة وإعادة الاستيطان في قطاع غزة ويعتبرون أساس من حيث المبدأ يعني الانسحاب الإسرائيلي في 2005 من قطاع غزة هو خطأ استراتيجي ارتكبة قوات الاحتلال أو دولة الاحتلال أيضا هناك تصريحات واضحة من اليمين المتطرف في حكومة تنتنياهو ويبدو أن نتنياهو نفسي بدأ يتبنى هذه الرواية هي بتهجير قطاع غزة أو أبناء قطاع غزة إلى خارج الحدود بمعنى تنظيف القطاع من كل السكان وليس فقط من حركة حماس ولكن هذا يتناقض مع التحثيرات المصرية المصري هناك وفد يقال وسائل الإعلام إسرائيلية تحدث عن وفد مصري لجراء ترتيبات إلى أي مدى تعتقد بأن المصريين سيسمحون بمثل هكذا عملية عسكرية وواسعة على حدودهم بتقديري جمال ما يهم المصريين يعني ما يهم القاهرة اليوم أن لا يصل أي لاجئ إلى سيناء أن لا يتم تنفيذ مخطط التهجير القصري إلى سيناء منذ بداية الحرب كانت هناك معلومات تتحدث عن أن هناك مفاوضات بين عرضت عروض على القاهرة بمغريات مالية مغريات حتى سياسية قيلة إذا تخفيض الديون وتخفيض أو تصفير الديون يعني بعض التقارير تحدثت عن تصفير الديون ومنح مالية ومساعدات من الغرب يعني تقنع إسرائيل الغرب بتمويل مصر لحد اللحظة هذه التي نتحدث فيها الموقف الرسمي المعلن من قبل القاهرة هو رفض مسألة التهجير ودخول أي لاجئ فلسطيني من قطاع غزة إلى مناطق سيناء ولكن ما هي خيارات اللاجئين الآن إذا كان الإسرائيلي ينون القيام بعملها أسرية هل هناك جهاد عمليا؟ هل تعتقد بأن اللاجئين لديهم أي مكان آخر أي ملجأ غير فعلا؟ هذا صحيح جمال يعني بالمنطق أنت دفعت الفلسطينيين من شمال القطاع إلى أقصى جنوب وصل إلى حدود مصر اليوم حتى الخيام بنيت جنب بقرب الحدود بالضبط مع مصر مع السلك الشائك على طول أربعة وهو محور فلدريفيا وهو محل خلاف عموما يعني هذا المحور وقد نتحدث عنه لا بين مصر وبين دولة الاخلاف بأنه ربما ذلك تناقض مع التزامات إسرائيلية بالضبط الآن القرار اللي أصدروا نتنياهو هو أمر الجيش بإعداد خطة إجلاء للنازحين من رفح ومن ثم الدخول في عملية برية في منطقة رفح مسألة خطة لإجلاء عدة أشياء أولا ربما تكون تبرير فقط لفظي لتبرير أن هناك محاولة للتخفيف من حجم الشهداء القتلى والجرحى إلى آخره في الجانب المدني لكن اسمح جهاد الخطة مصادر إسرائيلية تتحدث أن هذه الخطة تهجير سكان الجنوب إلى الشمال وإدخال المساعدات من معبر إيريس في الشمال هل تعتقد أن هذا الكلام واقعي أصلاً يعني قابل للتحقيق؟ هذا ممكن هذا السيناريو الآخر بتقديري لكن جمال هذه في رد إسرائيل على موضوع الصفقة إسرائيل بالواضح قالت أنها لن تسمح بعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال إذا كانت فكرة الإجلاء التي يفكر فيها نتنياهو وحكومته بأن إجلاءهم إلى مناطق الشمال مناطق شمال القطاع لماذا ترفض إسرائيل مسألة وهذه هذه واحدة من المطالب التي طالبت حركة حماس فيها بأن يتم السماح بعودة النازحين إلى مناطق الشمال إذا نتنياهو يفكر بهذه الطريقة أنا أعتقد كالتالي أعتقد بأن نتنياهو يخطط إما إلى دفع الفلسطينيين إلى سيناء بعد الترتيب مع المصريين وفي كل التصريحات الإسرائيلية كان يتم الحديث أن دخول المعركة البرية في منطقة رفح ومحور فريدلفيا سيتم التنسيق والترتيب مع الجانب المصري النقطة الثانية أو الاحتمال الآخر أن تؤجل معركة رفح إلى ما بعد الانتهاء وترتيب الأوراق في منطقة خان يونس لنقل النازحين إلى منطقة خان يونس بطريقة أو دفع النازحين إلى الهجرة إلى منطقة خان يونس التي يتم تشهد معارك طاحنة هذا إذا استطاع طبعا الاحتلال بمعنى الانتهاء فعليا من منطقة خان يونس بتقدير هذا وأنا أميل إلى أن الجيش الاحتلال سيذهب إلى دفع الفلسطينيين إلى منطقة خان يونس لأنه سيصطدم برفض مصري لسبب بسيط ليس المسألة يعني من الجانب المصري مرتبطة بالأمن القومي المصري وبالتالي ما يقلق مصر أن تتحول هي إلى أو منطقة سيناء التي أصلا هي فيها فلتان أمني وفيها قبائل وفيها إلى آخره أن تتحول إلى بؤرة أمنية قد يعني تزعج المصريين وتصبح تهديد لأمن مصر وبالتالي هي لا ترغب بنقل هذه الأزمة إلى الحضن المصري وتريد أن تبقيها في الجانب الإسرائيلي لاستكمال النقاش في هذا الجانب تحديدا أرحب بالكاتب والباحث المصري دكتور أسامة رشدي دكتور أسامة إلا أي مدى تعتقد أن الجانب المصري قد يقبل بعملية عسكرية على حدوده في رفح تحيات الحبرتك أستاذ جمال وأستاذ جهاد والمشاهدين الكرام جميعا طبعا حتى الآن الجانب المصري مواقفه شبه مبهمة ولا ترقى لمستوى الحدث أنا استمعت اليوم لتصرحات وزير الخارجية سامح شكري في المؤتمر الصحفي مع وزيرة خارجية بلغاريا وبيتكلم زينا كده كأنه نشط سياسي يعني أن رفح فيها كسافة سكانية وأن أي عملية هتكون كارثة إنسانية وأن أوروبا بتعارض وأمريكا بتعارض وبيعرض الموقف وكأن مصر هي يعني مجرد مراقب لما يجري طبعا حتى الآن لم نستمع إلى تصريحات حقيقية من مسؤولين تضع خطوط حمراء أمام نتنياهو والأعلنة ما ننساش يما تركيا تدخلت في ليبيا وبدأت المتمردين اللي بتحفتر ينكفقوا إلى الغرب أو إلى الشرق يعني وبعد كده بدأنا نسمع بقى تصريحات السيسي لما قالك صرت خط أحمر ومش خط أحمر مسمعناش الآن أن السيسي طلع قال أنه رفح خط أحمر وموجب اتفاقية كان بديفيد المنطقة طيب ولكن هل تعتقد بأن نتنياهو جدي فعلا بدفع الفلسطينيين في رفح للنزوح إلى مصر لأن ما يقوم به نتنياهو يتعارض فعلا مع الرد الإسرائيلي الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية هو يعارض كما قال ضيفي هنا جهاد أبو فلاح أن يعود الفلسطينيون في الجنوب إلى الشمال الآن الخطة كما سربت تقضي بنقل سكان غزة في الجنوب إلى الشمال فهل هذا ربما يوضح بأنه بن يمين نتنياهو سيستخدم هذه الخطة للضغط على مصر وعلى حماس في مفاوضات الهدنة طبعا هناك نقطتين فيما تفضلت به النقطة الأولى قد تكون الترتيبات الخطة الأصلية هي محاولة دفع أهل غزة إلى سيناء وتهجرهم في حالة انكفاء المقاومة كما كانوا يتوقعون وأنه هو المسألة بالنسبة لهم ستكون أيام وينهو القضية لكن هم عالقون الآن كل أحلامهم وكل ترتيباتهم وكل خططهم فشلت وتحطمت على صخرة صمود الشعب الفلسطيني بشقه الشق الأول وهو المقاومة التي لا تزال تذل العدو وتكبد الخسائر وجعلته أضحوك في العالم كله اللي بيشوف أكبر جيش في المنطقة والجيش مشعف رقم كام في ترتيب العالم واللي بيملك من الأسلحة واللي تعمله جسر جوي وجسر بحري عالق في أطول حرب يخضها مع تنظيم هو في النهاية بلون الدولة وبالتالي كل خططهم فشلت خلي الخطط القديمة بتاع أننا ماشيين وهنا ننتصر طيب سأعود لك دكتور أسامة رشدي هناك تقطيع في الصوت الآن الاحتلال الإسرائيلي أمام رفض أمريكي الرفض الأمريكي جاء على لسان المتحدة اسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض هذه العملية العسكرية هل سيقدم إذن نتنياهو على إغضاب واشنطن يعني شو بنا ندقق جمال بالتصريحات الأمريكية الأمريكان اليوم هم تحت الضغط بمعنى أن الإدارة الأمريكية الديمقراطية هي تشعر بأنها تخسر في الانتخابات القادمة إذن نحن في عام انتخابات الأميال أن الولايات المتحدة الأمريكية تميل إلى تهدئة وأي انتخابات أي إدارة أو أي جهة تريد أن تدخل الانتخابات تميل إلى مسألة التهدئة تحديدا في هذه الدول الكبرى وبايدن هو متهم وإدارته بأنه شريك أساسي وعضوي في جرائم التي ارتكبت هذا نقطة أولى نقطة ثانية أن الإدارة الأمريكية بدأت أو القضية ما يحدث في قطاع غزة بدأ يدخل إلى بعد قانوني بمعنى أنها تريد أن تتبرأ من مرتكبة من مجازر وما قد يرتكب في مدينة رفح من مجازر إضافية وحسب كل التقديرات لذلك ألزمت كل الدول التي تأخذ أسلحة أمريكية بالتوقيع على تعهد بالتزام القانون الدولي بالضبط هذه النقطة الأساسية أنه فعلا كما قل جمال أنه بالتالي بدأت تأخذ إجراءات تحميها أمام المحاكم الدولية لمنع أن تغرق هي أيضا في هذا البعد الآن إذا دخل نتنياهو في هذه العملية ما هو الموقف الأمريكي بتقديري سيكون كما قال بلينكين في مؤتمر الصحفي في زيارته لتل أبيب قال بأنه لقد حذرنا تل أبيب من أن أعداد القتلى أو الضحايا في هذه العمليات منذ بداية إلى هذه اللحظة هي مرتفعة جدا بالتالي بمعنى وكأنه موافقة مبطنة أمريكية على الدخول لكن مع مراعاة الإجراءات لحماية المدنيين لعدم تضخيم عدد الضحايا في قطاع غزة وفي مدينة رفح لكن بمعنى أنه لا يمكن معرفة كيف يمكن تنفيذ هذه العملية البرية دون أن يكون في ظل هذا الكثافة السكانية دون أن يكون هناك حجم حمام دم سترتكب تل أبيب دولة الاحتلال في مدينة رفح وهنا دكتور أسامة رشدي الموقف المصري إلى أي حد يمكن أن يمنع هذا العمل العسكري المزمح في رفح طبعا تقديرنا أن لن يكون هناك أي عمل عسكري على الأقل قبل رمضان على الأقل قبل الانتهاء من المراحل بتاع الخطة الموضوعة للهدنة والتبادل وما إلى ذلك هذا تقديري وأعتقد هذا تقدير جهات كثيرة الآن لكن كما قلت لك النظام المصري لم يضع الخطوط الحمراء حتى الآن ومن حقه وفقا لاتفاقية كان بديفيد أنه يمنع أي وحتى نتنياهو نفسه يعترف ويقول أن أي عمل في رفح لا بد أن يتم بالتفاهم مع النظام المصري هنا النظام المصري يقع علي مسؤولية كبرى بس ليست فقط مسؤولية إغلاق معبر رفح للأسف ومساهمته في الحصار والتقليل من أي كميات مساعدات كان يجب أن تدخل إلى غزة أو متجرتهم بالحدود المصرية مين يطلع ومين يدقل ومين هيدفع ومين يعمل إيه للأسف وكل هذه أضرت كثيرا بسمعة النظام المصري لكن علي أنه يقف موقف الرجولي ولون مرة واحدة ويقول أن هناك خطوط حمراء وأن أي تخطي لهذه الخطوط الحمراء تعني تجميد العمل باتفاقية كاب ديفن لو أن هذه الرسالة وصلت بهذا الوضوح لا أعتقد أن الكامل الصهيوني قادر الآن أنه هو يجازف به الدخول في يعني خلاف كبير مع مصر في هذه المنطقة تاني شيء طبعا علينا أن إحنا يعني الأمم المتحدة للأسف طبعا نفع من أمريكا بمختطفة مجلس الأمن لكن إحنا شفنا مجلس الأمن فيه نزاعات أخرى زي ما حصل في البصنة والهرسك زمان لما عمل مناطق آمنة يعني فيه مناطق بموجب قرار من الأمم المتحدة يحضر على ضربها أو يحضر وشفنا قبل كده مناطق ممنوعة فيها الطيران لا لازم يكون هناك إنما قاعدين بس يولوينوا لا يوجد حسم في التصريحات الأمريكية بيقولوا آه فيه خاصة طيب ابقى معي دكتور أسامة ورحب أيضا بالكاتب الإعلامي الخطري دكتور صالح غريب من الدوحة دكتور صالح أهلا بك دكتور صالح هذه الخطة التي طلب بنيامين نتنياهو إعدادها من جيشه لاقتحام رفح الذي يعيش به حوالي مليون ونصف المليون من النازحين الفلسطينيين إلى أي مدى تنسف جدية تل أبيب في مفاوضات الهدنة التي تتحدث أن الرفض الإسرائيلي هو لرجوع سكان الجنوب إلى الشمال فها هو في خطته التي تتحدث عن وسائل إعلام إسرائيلية يطلب من سكان الجنوب النزوح إلى الشمال يعني مع الأسف أولا أهلا وسهلا سعيد بيتواجزي معك ومع الزملاء لا شك أنه الجيش الإسرائيلي يتخبط في إدارة المعركة بهدف القضاء على حركة حماس وهو فشل في ذلك الآن التهديد بقصف رفح لا شك أنه تطور خطير في مسألتين المسألة الأولى مجال الهدنة التي وصلت له واستلمها من قبل بلينكين في زيارة الأخيرة إلى تل أبيب وبالتالي فإن هذا التجاوز الآن على عدم الموافقة على الهدنة المطلوبة والتي يفترض أن يتم الموافقة عليها إذا ذهب إلى قضية قصف رفح كما ذكر الأستاذ السابق قبلي أنه في هذه الفترة مهما هدد مهما تكلم لن يقوم بهذا العمل لأسباب كثيرة أولاً لنجاح المقاومة الفلسطينية في أرض الواقع وما تكبده من خسائر خلال هذه الفترة الأخيرة في نفس الوقت الآن هناك الضغط في الداخل على الحكومة الإسرائيلية بالقبول بالهدنة وهي كما قرأنا بنوتها قابلة للتنفيذ ولكن هل يمكن أن يكون ضغط على الطرف الآخر يعني ضغط على حماس وحتى ضغط على قطر التي ترعى هذه المفاوضات الخارجية القطرية قبل قليل حذرت من هذه العملية العسكرية ودعت مجلس الأمن لتحرك عاجل يحول دون اجتياح الاحتلال لرفح وارتكاب إبادة جماعية فهل تعتقد أن هذه التهديدات الإسرائيلية أيضا موجهة لحماس وللطرف العربي في المفاوضات قطر ومصر؟ نعم هو لا شك أنه يعني أيضا يتسلح بالموقف الأمريكي في هذه المسألة ويعني مع الأسف أنه على الرغم من وجود أمريكا وسيط مع مصر وقطر في هذه المسألة لكن يعني هي لا تقدم ما يفترض أن تقوم فيه على الرغم من كل التصريحات التي أعلنت في زيارة بلينكين للقاهرة والسعودية وقطر الآن طبعا لا شك أن الاستهداف هو المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدا لأنه يرى أو يسعى إلى القضاء عليه وهو لم يستطع منذ أكثر من 125 يوما هو لم يستطع أن يحقق أي نجاح فيها نأمل أنه خلال الفترة الماضية أنه يتم الموافقة على الهدنة ويبدأ في تنفيذها الآن جهاد إلى أي مدى تعتقد بأن مجلس الأمن الذي طالبته الخارجية القطرية بالانعقاد لمنع ما سمته احتمال حرب إبادة هناك إلى أي مدى يمكن فعلا أن يرجم الاحتلال إن أراد يعني أنا طبعا رح أجيب بس معنى أنه فقط قد أختلف مع ما قالوا الضيوف الدكتور والأستاذ غريب في موضوع أن نتنياهو لن يقدم على تنفيذ عملية عسكرية في رفح إذا تذكرنا جمال بأنه الهدف الأساسي الذي أعلن نتنياهو بأنه يخوض حرب وجود أن إسرائيل تخوض حرب وجود وجودها وتسمى حتى حرب الاستقلال الثانية بالتالي وقال حتى مؤخرا بأنه قالوا لن ندخل غزة ودخلناها قالوا لن ندخل خان يونس ودخلناها قالوا لن ندخل رفح وسندخلها بمعنى أنه هو ما يعلن عنه بأن إسرائيل ترى بأنها تريد تفكيك البنية وأعتقد هذا تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الغرب وحتى بعض الدول العربية تتفق على تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس لكن حتى من تصريحات نتنياهو قال بأن المعركة قد تأخذ سنة أو سنتين بالتالي هو يتحدث عن جيوب المقاومة التي رأيناها في الشمال ولكن العملية العسكرية تبدو مستحيلة في ظل وجود مليون ونصف مليون يعني مثل هذا العدد الكبير من النازحين لم يكن موجودا في الشمال أو في وسط جمال أتمنى لكن هذا سيناريو يجب أن لا نسقطه في حسابات بالتجربة التي خضناها مع حكومة نتنياهو المأزومة اليمينية المتطرفة هذا الإجماع الإسرائيلي الشعبي من المعارضة ودعمي الحكومة يعني يدعمون مسألة الحرب بشكل كبير لاحظ حتى التظاهرات التي تخرج في تل أبيب لأهالي المحتجزين جمال هي لا تتجاوز الآلاف في الذين يطالبون في حين أنه قبل 7 أكتوبر كانت تخرج مظاهرات تتجاوز يتم الحديث عن نصف مليون أو حتى مليون متظاهر في حيفا في يافا وفي تل أبيب للمطالبة وفي القدس للمطالبة اعتراضا على قانون التعديلات القضائية بالتالي لا يوجد هناك إجماع شعبي بين المعارضة يعني لبيد والذي هو زعيم يئير لبيد وهو زعيم المعارضة الإسرائيلية قال بالحرف بأنه في لقاءه مع بلينكين بأنه يدعم استمرار الحرب على قطاع غزة بمعنى أن هناك إجماع إسرائيلي بالكامل باستمرار الحرب على قطاع غزة بإنهاء وتفكيك حركة حماس في قطاع غزة لكن الخلاف هو في تفاصيل التحقيق هذا الهدف والإجماع على تحقيق هذا الهدف بالنسبة في مجلس الأمن بتقديري أنه قد تذهب إلى يعني يذهب المندوب العربي الجزائر لتقديم مشروع لمنع الإبادة الجماعية في مدينة رفاح لكن إلى أي مدى ممكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ قراراً بأن لا يعني تؤيد أو تستخدم حق النقد الفيتو لوقف هذا المشروع في مجلس الأمن بتقديري بأن الإدارة الأمريكية في حالة ضعف كبير جداً وهي محتاجة لللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة وبالتالي هي في وضع أعتقد بأنه لا يسمح لها إلا أن تستخدم أو الاستمرار على الأقل في دعم إسرائيل دكتور نسامة رجدي ختاماً الجانب المصري يعني إن حصلت مثل هذه العملية لقدر الله ما الذي يمكن أن تفعله؟ هل يمكن أن تفتح الحدود على الأقل من الناحية الإنسانية لإيواء النازحين ولو مؤقتاً؟ النظام لا تتوقع منه أي شيء هو يتماهى مع مطالب الكهام الصهيوني هو يرفض حتى الآن أي عمل عسكري في رفع لكن كما قلنا تصرحتهم كلها مثل كثير من النشطاء السياسيين زينا كده بتكلموا يعني بيعترضوا بيقولوا هتحصل مأساة إنسانية ومجزارة دموية إنما لا يصل إلى اتخاذ الإجراءات لإعلام الطرف الآخر أن هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولذلك طول ما فيه الأمور بيتم إدارتها بالقنوات التحتية وبالاتفاقات الغير معلنة نحن طبعاً يساورنا الخوف والقلق من سياسات النظام المصري لأنه زي ما أنت شايف هو مأزوم اتصادياً وبيلعبوه بهذه النحية أوروبا جاء له بتقول له احنا خلاص رفعنا مستوى العلاقة للشراكة الاستراتيجية وهيجي لك حوالي 9 مليار دولار والعشرها مليار دولار وصندوق النقد الدولي بيجي يفتح الصندوق لمزيد من المساعدات رغم مأزومية الاقتصاد وانهياره فإحنا بنشوف فيه تلاعبات بتتم الآن بتجعلنا نقلق على عدم وجود رؤية واضحة وعدم وجود قرار حاسم وخاصة كما قلت أن لمصر في المنطقة دال اللي هي منطقة رفع حق عدم وجود قوات إسرائيلية أو عدم استخدام القوة في هذه المنطقة وإن هذا يخل بالالتزام بموجب هذه الاتفاقية هذا الأمر لم نسمح حتى الآن تصريح من مسؤول يقول أن هذا خط أحمر وبالتالي نقول أن هذا هو الموقف الرسال شكرا لك الكاتب والباحث المصري دكتور أسامة رشدي